موجز سابع أهلا بكم أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أسطنى الدكتور بشار الجعفري أن أسطنى أربعة كانت قفزة نوعية بإنجازاتها شاكرا جهد كازاخستان وروسيا وإيران في هذا الإنجاز المهم الذي سيساعد في فتح الباب أمام الحل السياسية انطلاقا من التزام الجمهورية العربية السورية بالحفاظ على حياة الشعب السوري ووقف سفك دمائه وانطلاقا من استعدادها على الموافقة على كل ما من شأنه أن يساعد على عودة الشعب السوري إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان بما فيه إعادة تنشيط وتقوية الاقتصاد السوري ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الذين عانوا الأمرين بسبب هذه الحرب الإرهابية المفروضة على سوريا ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها فإن الجمهورية العربية السورية تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية الموقع في 30 كانون أول ديسمبر 2016 هذا وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا قد وقعت خلال الجلسة العامة الاجتماعية أستنى أربعة في العاصمة الكزاخية الأمس على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر ودعت الوثيقة إلى إنشاء مناطق تخفيف التوتر في محافظة إدلب وإلى الشمال من حمص وفي الغوطة الشرقية التي ينشئها الضامنون وفي جنوب سوريا التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى بهدف وضع حد فوريا للأعمال القتالية وتحسين الحالة الإنسانية وتهيئة الظروف المهاتية للنهوض بالتسوية السياسية للأزمة في سوريا أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن الجمهورية العربية السورية تدين ممارسات إسرائيل اللا إنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين والسوريين والتي تتناقض بشكل صارخ مع أحكام القانون الإنساني الدولي ومع أدنى معايير وحقوق الإنسان وأضاف المصدر أن الجمهورية العربية السورية تطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والدول الحليفة لإسرائيل بالعمل على إنقاذ حيات هؤلاء الأسرى وتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحقهم بدأت في الجزائر الانتخابات التشريعية لاختيار 462 نائبا إلى المجلس الشعبي الوطني الجزائري وذكرت وسائل علام جزائرية أن أكثر من 23 مليون ناخب سيتوجهون إلى صندوق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني وكان الجزائريون في الخارج أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى اللقاء اشتركوا في القناة